بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسلي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله في هذا المؤتمر اليومي والذي تقيمه زارة الصحة اليوم الأربعاء الموافقة 28 من شهر الجمادة الآخر لسنة 1442 هجري والذي يوافق العاشر من شهر فبراير لسنة 2021 هذا المؤتمر يقام ويعقد من مستشفى جابر التابع لوزارة الصحة في دولة الكويت ويبث على تلفزيون دولة الكويت وعلى الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي هذا المؤتمر بإذن الله تعالى يوميا وذلك للوقوف على آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا ما زال العالم يواجه موجة وسرعة انتشار غير مسبوقة لهذا الفيروس والذي تسبب بهذا الوباء الذي نعيشه ويعيشه العالم والذي أدى إلى حدوث هذه الجائحة منذ أكثر من عام والذي حقيقة ألقى بظلاله على الجوانب المختلفة من الحياة وألقى بظلاله كذلك على المجتمعات المختلفة وعلى حياة الفرد والأسر والمؤسسات وعلى كذلك الدول ما زال العالم كذلك يعيش ويرصد التحورات المختلفة لهذا الفيروس والذي أدت إلى حدوث أنماط جديدة لهذا الفيروس ورصد له سرعة انتشار غير مسبوقة عن الأنماط التي سبقت كل هذه المستجدات تحتم علينا النظر بجدية إلى الواقع وأن لا ندخل أبدا في نفق التهوين والذي قد يخرج الأمور عن نطاق السيطرة وأن لا كذلك نتخذ من التهويل منهجا في التعامل مع هذه الجائحة إذن لننتقل إلى خطوات عملية فعالة قد تحمينا وتحمي من حولنا هناك بعض الرسائل الصحية التي تسهل على كل منا معرفة دوره في هذا المجتمع حتى نقي أنفسنا ونقي كذلك من حولنا في هذا المجتمع هناك بعض الممارسات التي نود أن نذكر بها أنفسنا ونذكركم بها كذلك وبعض السلوكيات وبعض الأماكن التي قد يكثر فيها انتشار ونقل العدوى لهذا الفيروس من الممارسات حقيقة التي ننصح بها في هذه المرحلة هي ضرورة حماية فئات ذوي الاختطار كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك أصحاب المناعة القليلة من الذين يأخذون بعض الأدوية لتقليل المناعة وكذلك الحوامل وغيرهم من الضروري كذلك المحافظة على مسافة آمنة بين الآخرين وذلك لتقليل فرص نقل العدوى الأمر الثالث والمهم هو ضرورة تأجيل المناسبات سواء كانت الأفراح أو الأعراس لا سيما في هذه المرحلة التي نعيشها الآن وهي موجة الصعود لو تحكمنا بالوضع الوبائي في هذه الأيام فإنه يسهل علينا عبورها والعكس صحيح لا قدر الله إذا كان هناك تهاون فإنه من الصعب جدا السيطرة على الأمور مستقبلا لا قدر الله مضاعفة الحرص والأخذ بالاحتياطات الصحية عند التعزية لا شك أن هذه هي من الأمور التي يجب أن نحرص عليها ونحن نقدر كافة المشاعر ونحن نقدر ما أبعاد هذه المناسبة أثناء التعزية ولكن من الضروري جدا اتخاذ كافة التدابير الوقائية في أثناء التعزية من الممارسات كذلك هو المحافظة على تهوية سائر الأماكن سواء في السيارة إذا كان برفقة أشخاص مختلفين أو سواء في المنازل وكذلك أثناء فترات العمل من الضروري المحافظة والحرص على تطهير اليد باستمرار سواء في الأماكن العامة في أماكن العمل في السيارة وفي كذلك المنزل من الضروري أن نحرص على المبادرة إلى التطعيم فهي السبيل والطريقة الوقائية الأسمى والأجدى في التغلب على هذه الجائحة والانتهاء منها كانت هذه بعض الممارسات التي ننصح بها أما عن السلوكيات فما زلنا نذكر كذلك بضرورة تغطية الفم والأنف لا سيما إذا كان في نفس المكان في الأماكن الصغيرة في الأماكن المغلقة وأن نتخذ تغطية الفم والأنف منهجا في الحياة خلال هذه الأيام من الضروري مداومة تطهير اليد بالمطهرات اليدوية المختلفة وتجنب ملامسة الفم والأنف والعين لا سيما عندما نكون خارج المنزل وغير متأكدين من طهارة اليد رابعا الحرص على ممارسة النظافة التنفسية لا سيما أثناء العطاس أو أثناء السعال وأن نقوم بتغطية الفم والأنف لا سيما في حال وجود الآخرين الأمر الرابع أو عفوا الخامس في حال الشعور بالأعراض المرضية ضروري جدا عدم مخالطة الآخرين والإفصاح عن ذلك وعدم كتمان هذا الأمر أو التهاون فيه ومضاعفة الأخذ بالاحتياطات الصحية وطلب المساعدة الطبية وذلك ابتداء من مراكز الرعاية الصحية الأولية من الأماكن التي يكثر فيها ويسهل انتقال العدوى هي الأماكن التي لا تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية ينبغي علينا التنبيه على ذلك تنبيههم وتجنبها الأماكن المغلقة والمكتظة بالناس الآخرين كذلك التي يكون فيها تقارب مع الآخرين التي يكون فيها هناك ازدحام ولا ننسى كذلك الأماكن التي يكون فيها التعامل مع أشخاص متغيرين وأشخاص جدد كانت هذه بعض الممارسات والسلوكيات وبعض الأماكن التي ينبغي أخذ الحيطة والحذر منها خلال هذه الأيام في إطار حرص وزارة الصحة على توسع شريحة متلقي لقاح كوفيد-19 وكذلك تسهيلا وتيسيرا على المواطنين الكرام لسهولة الوصول لأخذ تطعيم كوفيد-19 تم افتتاح عدد من مراكز التي تقدم هذا التطعيم في مختلف محافظات البلاد في يوم الأحد الموافق السابع من فبراير لسنة 21 الأحد الماضي تم افتتاح مركز النسيم الصحي في محافظة الجهراء وتم كذلك افتتاح مركز المسائل الصحي في منطقة المسائل في منطقة الأحمد الصحية لتقديم التطعيم هذه المراكز تم تتشين خدمة تقديم تطعيم كوفيد-19 عبر هذه المراكز في يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر فبراير لسنة 2021 تم افتتاح مركز متعب عيد الاشلاحي الصحي في منطقة الفروانية الصحية وكذلك افتتاح مركز حمد الحميضي وشيخ الازديراوي الصحي في منطقة العاصمة الصحية المركز الثالث الذي تم افتتاحه بالأمس هو مركز الصديق الصحي تم تتشين خدمة التطعيم عبر هذه المراكز اما عن اليوم في يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر فبراير لسنة 2021 تم تتشين خدمة التطعيم في مركز العرضية الشمالي الصحي في منطقة الفروانية الصحية المركز الثاني هو مركز مساعد حمد الصالح الصحي في منطقة العاصمة الصحية ومركز سلوى التخصصي في منطقة حوالي الصحية ومركز شرق الأحمد الصحي في منطقة الأحمد الصحية المركز الخامس الذي دشنت فيه خدمة تقديم تطعيم كوفيد 19 في دولة الكويت هو مركز جابر الأحمد والذي يخدم المواطنين الكرام من سكان منطقة الجهراء الصحية كذلك في إطار توسيع شريحة المستفيدين من لقاح كوفيد 19 وفي إطار كذلك تسهيل وصول هذه الخدمة تم البدء بتوزيع هذه اللقاحات طعوم كوفيد 19 إلى المستشفيات العامة حتى يتسنى للطواقم الطبية والكوادر العاملة في وزارة الصحة ممن حال الظروفهم حتى الآن من عدم تلقي هذا اللقاح للمبادرة بأخذ تطعيم كوفيد 19 وذلك عبر المستشفيات التي يعملون بها المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة ونحن حقيقة في هذه المناسبة نجدد التحية تحية التقدير والإعزاز والإفتخار لجميع الطواقم الطبية والكوادر العاملة في وزارة الصحة على ما يقومون به من جهود متواصلة في تعاملها مع هذه الجائحة حتى الآن لم نرصد ولله الحمد أي آثار جانبية غير متوقعة على متلقي لقاح كوفيد 19 بنوعيه المستخدمين حاليا في دولة الكويت ونشجع الجميع إلى المبادرة بالتسجيل وحجز موعد مسبق لأخذ التطعيم ننتقل الآن إلى الوضع الوبائي المحلي في دولة الكويت وحول أبرز الإحصائية التي تم تسجيلها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تسجيل ولله الحمد خمسمائة وثلاثة وخمسين حالة تعافي جديدة نلاحظ ولاحظنا خلال أيام الماضية أن حالات الإصابات تفوق حالات التعافي وأن حالات التعافي في معظم الأوقات أقل من نصف حالات الإصابات وهذا ما يجب أن ننتبه إليه جيدا في حين مرينا بأيام كثيرة كانت أعداد حالات التعافي تفوق بكثير أعداد الإصابات مجموع حالات التعافي في دولة الكويت أصبح 163 ألف حالة و264 كذلك هذا العدد الإجمالي في صعود ولله الحمد ولكن وتيرة الصعود كانت أسرع من ذلك ونحن نطمح أن تكون وتيرة الصعود صعود حالات التشافي أكثر من هذا العدد بالنسبة لنسبة حالات الشفاء إلى الإصابات حاليا في هذا اليوم أصبحت 93.8% في يوم من الأيام كانت هذه النسبة وصلت إلى أكثر من 97% وإن شاء الله تعالى بتعاون الجميع وتكاتف الجميع نحن قادرين على أن نجعل نسبة التعافي أكثر من ذلك أما بالنسبة للإصابات خلال 24 ساعة الماضية فقد بلغت 987 حالة 987 حالة مجموعة حالات الشفاء عفوا مجموعة حالات الإصابة أصبحت الآن 173 ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثة وثمانين حالة إصابة عدد حالات الإصابة اليومي أمر يجب أن ننتبه إليه أحبة الكرام هذا الرقم يجب أن نأخذه مأخذ الجد الممارسات غير المسؤولة من شأنها أي ممارسة غير مسؤولة ولا نريد أن نحدد من شأنها أن تضاعف هذا الرقم ونحن ذكرنا قبل أسبوعين أن الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من عدد الإصابات زيادة الإصابات تعني أحيانا زيادة عداد دخول المستشفى زيادة عداد دخول إلى المستشفى أحيانا قد تؤدي إلى زيادة في احتمالية الدخول إلى العناية المركزة لذلك من المهم جدا الانتباه على هذه السلوكيات كذلك الشريحة العمرية بالأمسح نحن شاهدنا أن معظم الإصابات تقع ضمن الشريحة العمرية ما بين 16 إلى 44 بواقع 67% من مجمل الإصابات لذلك هذه الشريحة العمرية يجب عليها أخذ الحيطة والحذر صحيح أنها لا تصنف من ضمن الفئات الأكثر خطورة ولكن نحن لاحظنا أن الإصابات فيها كثيرة وهذه الشريحة يغلب عليها حقيقة التنقل في المجتمع والتزاور وممارسة الأنشطة المختلفة في الحياة اليومية وهذا ما قد يؤدي إلى نقل المرض إلى الآخرين لا سيما إلى الأسر في المنازل إجمالي الحالات النشطة الآن 9739 حالة قبل شهرين كان هذا العدد أقل بكثير كانت حالات النشطة حوالي أكثر من 3000 حالة نحن الآن قاربنا إلى العشر تالاف حالة الحالات التي في العناية المركزة ونسأل الله لها الشفاء 108 حالات كذلك هذا الرقم لاحظنا عليه التضاعف الطردي السريع خلال الأسابيع الماضية بالنسبة لحالات الوفاة خمس حالات خلال 24 ساعة الماضية أصبح مجموعة حالات الوفاة بالكويت 980 حالة بالنسبة للمساحات الجديدة خلال 24 ساعة الماضية فقد بلغت 10812 مسحة جديدة وذلك في الأماكن المختلفة سواء مراكز تقديم خدمة المساحات أو كذلك في مطار دولة كويت والمنافذ منافذ البلاد وكذلك عبر المساحات الميدانية العشوائية هذا بالإضافة للمساحات التي تجرى في المستشفيات أصبح المجموع الكل مليون وستمائة وتسعة وعشرين وثلاثمائة وثمانية وثمانين فحص تم إجراؤه حتى الآن كانت هذه الإحصائية خلال 24 ساعة الماضية ننتقل الآن إلى فقرة إسأل الصحة والإجابة على بعض الأسئلة التي وردتها السؤال الأول عند تطعيم اللقاح جرعتين وعند شخص عنده تطعيم اللقاح وعند شهادة تطعيم لماذا إذا رجع من السفر يطبق عليه الحجر المؤسسي أو حتى عمل مسحة نحن اتفقنا أن التطعيم كوفيد نايتين يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة فالإنسان من أخذ التطعيم فإنه من المفترض أنه كون مناعة لنفسه ولكن أنه قد يحمل الفيروس حتى لو كان هناك نسبة إصابة قليلة هذه الإصابة تكون بأعراض أخف أو قد لا تكون بأعراض وهو قادم من البلاد وهو قادم من بلاد قد تكون فيها تحورات جديدة لذلك هو قد يكون حامل لهذا الفيروس بتحوراته المختلفة هو قد حفظ على نفسه بأخذ التطعيم وكون المناعة لكن هناك احتمالية أن ينقل هذا الفيروس الذي هو لا يشعر فيه إلى الآخرين وإلى بعض فئات المجتمع ممن لم تأخذ التطعيم حتى الآن ولذلك هي بالدرجة الأولى لحماية المجتمع هذه الإجراءات نعم بإذن الله قد كونت المناعة وحميت نفسك ولكن الآن من الضروري جدا أن تكون هناك مسؤولية مجتمعية وتحمي غيرك كذلك من إصابة قد تكون في هذا الشخص وهو لا يشعر فيها أو من فيروس قد يكون يحمله ولا يشعر بذلك السؤال الثاني هل التطعيم آمن على الأطفال من عمر أربع سنوات وما فوق وهل يجب عمل تحاليل معينة قبل التطعيم الأطفال وشكراً الإجابة على هذا السؤال أن التطعيمات التي تقدم الآن في دولة الكويت هي للشريحة العمرية ما فوق 16 سنة إذا كان ضمن الفئات التي أشرنا إليها ولذلك الأطفال أو الشباب ما أقل من سن 16 سنة لا يقدم لهم التطعيم في الوقت الحالي وهذا ينبهنا على أمر جداً مهم وهو ضروري يعني الالتزام بالإشتراطات الصحية والمداومة عليها لحماية الفئة هذه التي لم تتلقى أو لا تتلقى اللقاح حتى الآن السؤال الثالث هل التطعيم يحمي من الإصابة بكوفيد 19 التطعيمات الحالية الموجودة في دولة الكويت تقي بنسب كبير من الإصابة بكوفيد 19 وكذلك تقلل تقلل نسب الإصابة وحتى لو حدثت الإصابة تكون الأعراض أخف أو تكون حتى من دون أعراض وننبه مرة ثانية أن المصاب أن ما بعد التطعيم إذا أصيب الإنسان تكون الأعراض أخف ولكن ينبغي عليه أخذ الحيطة والحذر عند مخالطته مع الآخرين لأنه كذلك قد يصاب دون أعراض وقد ينقل العدوى للآخرين خالص الشكر لكم جميعا على المتابعة ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء ونسأل الله السلامة والشفاء للجميع وسيجعل الله بعد عسر يسرى